اشتركوا في القناة وعادله في النقاط مع شقيقي سعودي برصيد أربع نقاط ليحافظ الأحمر على اللقب الذي أحرزه في النسخة الأولى من الدورة خطف فريق لالي فوزا عريضا خلال ظهوره الأول أمام المنام بثلاثة أهدف نظيفة في انطلاق منافسات الجولة الأولى لدور الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد غياب ثلاثة مواسم متتالية عن دور الأضواء هاني البدراني سجل أول أهدف اللقاء في الدقيقة الحادية عشر بعدها أضف المحترف البرازيلي دييغو الهدف الثاني للفريق الأصفر وقبل نهاية اللقاء بتسع دقائق أحرز كلينتون الهدف الثالث للأهلي ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره وفي لقاء آخر داشنة البسيتين مشواره في دوري بالفوز على العائد لدوري درجة الأولى فريق سترة بهدفين مقابل هدف افتتح المدافع البرازيلي لويس باب التسجيل للبسيتين عند الدقيقة الحادية والثلاثين قبل أن يضاعف الزميلة مشتبى غلوم نتيجة للبسيتين عند الدقيقة الحادية والأربعين فيما جاء هدف سترة الوحيدة عن طريق اللعب سعيد منصور في الدقيقة الثامنة والخمسين وعلى السادي مدينة خليفة الرياضية سيطر التعادل السلبي على لقاء الحالة والحدة حامل لقب كأس جلالة الملك المفدى وكأس السوبر في المباراة جاءت متوسطة في النحية الفنية وبهذا التعادل حصل كل الفريقين على نقطة واحدة في بداية المشوار هذا وتختتم الجولة الأولى مساء اليوم بمواجهتين حيث يلتقي المحرق حامل اللقب فريق الملكية في تمام الساعة السادسة على ستادي مدينة خليفة الرياضية وفي الساعة الثامنة والربع يلعب الرفاع مع الرفاع الشرقي على ستادي البحر الوطني في قمة مباراة الجولة الأولى